نروح لأخبار نادي الزمالك ويخوض لعبي الزمالك المشاركوش في مباراة الإسماعيل يعني فقرة تدريبية كده خاصة باستاذ الإسماعيلية بعد انتهاء المباراة اللي كانت بين الفريقين مساء أمسا في مسابقة الدوري وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزي جوميز خوض اللعبين البودلاء التدريب يعني التدريب مش بيبقى مطول ولكن ضمن البرنامج البدني طبعا الموضوع للعبين اللي مشاركوش في المباراة كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان التنافس بين الأهلي والزمالك بيأتي في إطار الحب والإحترام على هامش الزيارة اللي كنا منتكلم فيها في بداية حلقتنا زيارة طبعا مجلس إدارة القلعة الحمراء لنادي الزمالك في ميت عقبة وقال يعني لنا اسلوب واضح في الإدارة ومبادئ ثابتة وقال كمان انتظروا رعاة جدد للزمالك في الفترة المقبلة نادي الزمالك يعني بيبهرنا الحقيقة في القرارات وفي الصفقات وفي حالة كده من الاستقرار وحالة عظيمة بيعيشها نادي الزمالك ان شاء الله تؤتي بثمارها على الفريق الأول لكرة القدم وكل الفرق طبعا بيلعبه في نادي الزمالك كمان قرر الجهاز الفني النادي الزمالك بقيادة البرتغالي جميز منح اللاعبين راحة النهاردة من التدريبات الجماعية طبعا بعد مبارات أمس اللي كانت مع النادي الإسماعيلي وهيستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربع استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخمسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كاس الكنفدرالية الأفريقية اللي هتكون في الجزائر ده يعني جولة في الأخبار الخاصة بمنتخبنا الوطني نادي الأهلي نادي الزمالك استعداداتهم لدوري أبطال أفريقيا لنادي الأهلي دوري كاس الكنفدرالية لنادي الزمالك المفروض في تعقد جميز المفروض يعني في وعد بالبطولة أو بطولة كاس الكنفدرالية أتمنى كل التوفيق إن شاء الله للأندية المصرية سواء في دوري نايل أو على مستوى كمان المشاركة في البطولات الأفريقية